السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك في هذه الحلقة سنراجع أهم الأسئلة التي قمت بطرحها عليكم في منتدى القناة لنقوم بتتبيت بعض المفاهيم الأساسية في الكهرباء الصناعية كالعادة كل من التحق بنا مؤخرا هناك حلقات ترتبط بالشرح ستجدونا في وصف الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل في الشرح لدينا السؤال الأول وهو ما هي نقاط التلامس المساعدة المفتوحة أو في الحالة العادية التي تتواجد في الكونتاكتور هذا السؤال هو مرتبط بحلقة شرح نقاط التلامس الموجودة في الكونتاكتور وفقط ومن خلال صورة الحلقة دون مشاهدتها نلاحظ أن نقاط المفتوحة هي النقاط 13-14 هذا هو الجواب الصحيح أما النقاط 21-22 فهي نقاط مغلقة وآ1 وآ2 تعتبر أطراف ملف الكونتاكتور نسبة الإجابة الصحيحة لهذا السؤال بلغت 78% ننتقل للسؤال الثاني وهو سؤال سهل جدا وهي ما هي البدايات في علبة التوصيل المحرك؟ هذا السؤال مرتبط بحلقة كيفية توصيل المحرك الكعربائي وطبعا شاهدنا في هذه الحلقة أن البدايات هي النقاط E1 V1 W1 أما E2 V2 W2 تسمى النهايات الغرض من هذا السؤال هو غاية تعليمية لتفسيط شرح حلقات المقبلة يعني إذا قلت لكم في التوصيل مع بدايات المحرك ستعرفون أن هي النقاط E1 V1 W1 أما إذا قلت لكم مع النهايات ستعرفون أن هي النقاط E2 V2 W2 W2 في المحرك الكعربائي نسبة 91% كانت إجابتهم صحيحة لهذا السؤال السؤال الثالث هو لدينا محرك كعربائي جوده الإسمي هو 308 فولت 660 فولت وجود الشبكة تلاتي الطور المتواجد لدينا هو 308 فولت السؤال هو ما هو نوع التوصيل الذي سنعمل على وضعه في هذا المحرك هل هو ستار نجمة أم سنضع التوصيل دلتا متلت سؤال مرتبط بحلقة كيفية تحديد نوع التوصيل ستار أم دلتا المناسب للمحرك وشاهدنا في هذه الحلقة أنه إذا كان جود الشبكة يوافق الجود الأكبر للمحرك يعني أكبر قيمة للجود في المحرك سنعمل على وضع التوصيل نجمة أما إذا كان جود الشبكة يوافق الجود الأصغر أي أصغر قيمة جود في المحرك سنعمل على وضع التوصيل دلتا هنا نلاحظ أن جود الشبكة يعني 308 يوافق الجود الأصغر للمحرك 308 فورت هذا يعني أننا سنعمل على وضع التوصيل دلتا التي هي الإجابة الصحيحة لهذا السؤال 85% كانت إجابتهم صحيحة يعني على العموم في المتوسط 80% من الإجابات كانت صحيحة السؤال الرابع هو مرتبط في نفس الحلقة لكن هذه المرة لدينا بيانات يعني صعبة قليلا لدينا محرك كهربائي بجود اسم واحد فقط هو الذي موجود في علبة بيانات المحرك وهو 308 فورت ولدينا شبكة كهربائية ثلاثية الطور يعني الجود بين الفاز والفاز يسوي 220 فورت في هذه الحالة ما هو نوع التوصيل الذي سنستعمل هل هو ستار أم دلتا في نفس الحلقة شاهدنا أنه إذا كان لدينا جود اسم وحيد في علبة بيانات المحرك فهذا الجود يعتبر هو الجود الأكبر للمحرك يعني وهو الجود الذي سنعمل على وضع التوصيل نجمة إذا كان هذا الجود هو نفس جود الشبكة لكن هنا لدينا جود أكبر للمحرك هو 308 فورت وجود الشبكة هو 220 فورت بين فازين مختلفين يعني علينا أن نحسب الجود الأصغر للمحرك الذي نعمل على وضع التوصيل الضلطة فيه عبر قسمة الجود الأكبر على جدر ثلاثة والنتيجة هي مائة وعشرون فورت يعني أن جود الأصغر لهذا المحرك يوافق جود الشبكة وفي هذه الحالة سنضع التوصيل الضلطة ومتلت شرحت كل شيء يعني في هذه الحلقة السؤال الأخير مرتبط بالمخططات الكهربائية الصناعية وبالحلقة الأولى من سلسلة المخططات الصناعية عندما نرسم المخططات بالإضافة إلى الرموز المستعملة نستعمل رموز أو كتابات بالأحرف للدلالة على الأجهزة المستعملة في التركيب والسؤال هنا ما هو الجهاز الذي نرمز له بالحرف F في المخططات الصناعية والإجابة طبعا هي الأوفرلود حيث في نهاية هذه الحلقة وضعت جدول لشرح الرموز الكتابية لكل الأجهزة المستعملة في التركيب وأيضا لنتعرف على الأجهزة التي يجب أن تتوفر لدينا لإنجاز هذا التركيب الكهربائي كما تلاحظون هنا الحرف Q نشير به إلى القاطع الحراري المغناطيسي وKM1 للإشارة إلى الوحيد في هذا التركيب وهكذا لابد من الانتباه أن نمسك بعض الحلقات يكون في خواتمية لذلك أنصحكم بمشاهدة الحلقات إلى نهايتها ولو في وضع تسريع الفيديو إن أمكن كانت هذه خمس معلومات سريعة في انتظار أنني سأقوم بنشر أسئلة أخرى لكن ستكون في مستوى متقدم من حيث الأسئلة بخصوص الكهرباء الصناعية إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم وإلى اللقاء